أما عن تفسير التعلم فإن بابلوف يفترض أن الاقتران الزمني أو التتابع الزمني بين المثير الطبيعي والمثير الشرطي هو المسؤول عن حدوث عملية التعلم وذلك عن طريق تكوين ارتباطات عصبية بين أذن الكلب وإفراز الغدد اللعابية ولكن ينبغي أن نلاحظ أن قدرة المثير الشرطي على إحداث الاستجابة لا تستمر إلى ما لا نهاية فإذا لم يقدر المثير الشرطي بتقديم المثير الطبيعي أي إذا تكرر وجود المثير الشرطي صوت الجرس دون تقديم المثير الطبيعي مسحوق اللحم فإن كمية اللعاب المسال تأخذ فيه النقصان تدريجيا حتى تزول نهائيا وقد أطلق بابلوف على هذه الظاهرة اسم الانطفاء التجريبي وعبر عنها بقوله أنه إذا ظهر المثير الشرطي دون تدعيم بالمثير الطبيعي فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الفعل المنعكس الشرطي وانطفائه ولكن هذا الفعل الشرطي سرعان ما يسترد قوته حينما يدعم أو يعزز ولو لمرة واحدة وذلك بتقديم الطعام للحيوان فتعود الاستجابة عودة تلقائية ما هي شروط حدوث التعلم؟ واحد قصر الزمن يتطلب حدوث التعلم الشرطي ضرورة أن يعقب المثير الشرطي تقديم المثير غير الشرطي أي يقدم المثير غير الشرطي أولاً ثم يقدم المثير الشرطي وبفاصل زمني قصير بضع الثواني وأحياناً الزاء من الثانية لضمان حدوث الاقتراني موسيقى موسيقى